في أزمة ممكن تقول بسيطة وممكن تقول مش بسيطة بين فيتوريا والتحاد الكرة ليه؟ فيتوريا قدم للتحاد الكرة لائحة مكافآت جديدة عشان اتحاد الكرة يبدأ يطبقها ده بعد اجتماع من فيتوريا مع اللاعبين الكبار في المنتخب قالوا له انها المكافآت قليلة جدا فقال لهم انه هو هيساعد الامر لاتحاد الكرة خد موافقة مبداية من اتحاد الكرة انه هيتم تعديل اللائحة ولكن ده ما حصلش وفيتوريا متضايق جدا انه ده ما حصلش لحد دلوقتي لائحة مكافآت لعبي منتخب مصر الاول ماشي منتخبنا الوطني هيخش معسكر تدريبي في مدينة العين الاماراتية خلال الفترة من 9 ل 17 اكتوبر المقبل هيخود المنتخب فيهم مباراتين وديتين الاولى قدام منتخب بازنبي يوم 12 اكتوبر والتانية قدام منتخب الجزائر يوم 16 من نفس الشهر كان فيه كلام انه هتتلعب في الكويت وبقى كده في الكهيرة وبقى كده راحت في العين المباراتين هيتلعبوا على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين زي مواطن حضراتكم في اطار برنامج تحضيرات منتخبنا الوطني لتصفيات كأس العالم 2026 وطبعا نهايات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في كونديبوار يناير المقبل ان شاء الله اشتركوا في القناة